عيد أكيتو أقدم عياد البشرية يحتفي به السومريون والبابليون والأكاديون والآشوريون لاثنى عشر يوما يرمز إلى بدء سنة الآشورية ويبدأ في الأول من نيسان يعتقد باحثون أن الاحتفال به بدأ في الألف الثالث قبل الميلاد عيد أكيتو عيد مميز عيد قومي قديم مثل ما قلت أكثر من أربعة آلاف سنة منذ الحقبة السومرية الأكادية البابلية الآشورية كانوا أباؤنا وأجدادنا يحتفلون بهذا العيد على مدى 12 يوما من كل عام من أول من نيسان يصادف العيد أكيتو إلى 12 يوم من نيسان الأقليات عموما والآشوريون خصوصا يشكون تهميشهم عبر تاريخ بلاد ما بين النهرين والأمر لا يتعلق بانحسار مناطق وجودهم بسبب الأوضاع الأمنية وتضييق شعائرهم إنما تتعلق كذلك بتشريعات برلمانية تضمن حقوقهم مثل بقية المكونات العراقية تشريعات حقيقة فهي لحد الآن لا تلبي طموح المكونات القومية الصغيرة أو الأقليات سواء كان ذلك في إقليم كردستان وحتى على مستوى الدولة الاتحادية في عموم العراق ولكن مع ذلك نأمل خلال الفترة القادمة أو المرحلة أو دورات البرلمانية القادمة تشريع قوانين تصب في مصلحة الأقليات وبقاءها وتمكينها من ممارسة حقها سواء كان ذلك على المستوى السياسي أو الاجتماعي وحتى الديني لأن الأقليات وخصوصا المسيحيين الكلدان السريان الآشوريين تعرضوا إلى الكثير من الهجمات خلال الفترات الماضية وخصوصا بعد 2003 ويستثمر الآشوريون حلول عيد أكيتو لتأكيد مطالبهم السابقة بإيقاف النزوح من مناطقهم واستحداث محافظة خاصة بهم كونهم يتوزعون في مناطق سهل نينوى وودهوك وجنوب شرق تركيا وشمال غربي إيران فضلا عن شمال شرق سوريا أكيتو احتفال لا ينسى فيه الآشوريون استذكار ما يعرف بمذبحة مدينة سميل وتدمير عشرات القرى في لواء الموصري آنذاك وانجزاء من إدهوك ونينوى عام 1933 وراح ضحيتها المئات في عهد الملك فيصل الأول بعد اتهام الحكومة العراقية الآشوريين بتنفيذ تمرد بهدف الانفصال عن العراق لبرنامج اليوم سرمد القاس الحرة